موسيقى سنتعلم حبائي اليوم قصة الدرس ملاحظة أفعال عمر عواقب الاستهتار كذلك أنظمة المرور واحترام هذه الأنظمة خطورة السرعة وكذلك يكون أبي هو قدوتي وسنتعلم مهارات منها الاستماع إلى القصة والإنصات وكذلك مهارات الإجابة الصحيحة على النقاشات والأسئلة وكذلك مهارة الملاحظة من الصور قصة إحذر تسلم هي قصتنا هذا اليوم أبطال هذه القصة هو مشعل وعمر مشعل هو والد عمر وقصتهم بهذا الدرس وهما على الطريق نستمع جيداً لابد أن نتعلم مهارة الاستماع إلى القصص والاستفادة منها والملاحظة مشعل قال لابنه ماذا قال لابنه عمر وقال له عمر هل ترافقني إلى السوق ماذا رد عمر أجل يا أبي فأنا أحب مرافقتك دائماً عمر قال لابنه أنه يحب مرافقته دائماً إلى أي مكان إذن مشعل وعمر قرر أن يذهب معاً عبر السيارة في الطريق عمر وأبوه فيركبان السيارة ذهب للركوب السيارة ماذا عمل لابد قبل أن نركب السيارة أن نقول ماذا عند الخروج من المنزل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك دعاء السفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وعمر في المقعد الأمامي والمقعد الراكب ومشعل هو الأب الذي يقود لأنه كبير بالعمر ولأنه أخذ رخصة للقيادة ويعرف أنظمة المرور قال الأب لعمر هيا يا عمر اجلس بهدوء واربط حزام الأمان ما هو حزام الأمان هو أداة تحافظ على أجسامنا باقية بالمقعد عند حدوث حادث أو ضرر لا سمح الله قال الأب هيا يا عمر اجلس بهدوء واربط حزام الأمان ماذا رد عمر حسنا يا أبي إذا رد عمر الأبي برد جميل فقال حسنا وطاعة يا أبي وقف وقف عمر ومشال عند الإشارة الضوئية وكانت باللون الأحمر ماذا يعني اللون الأحمر النقب عمر ماذا قال عمر لأبيه انظر يا أبي هذان هل سائقان ماذا هما ماذا شاهد عمر شاهد سائقان ماذا يعملان سائقان تهوران مسرعان لم يحترم أنظمة المرور يتسابقان قال عمر سائقان يتسابقان في الشارع ويتجاوزان الإشارة الحمراء لم يحترم الإشارة الحمراء إشارة المرور الحمراء دون أن يتوقف إذن هو تهور وعدم احترام للأنظمة وليشارات المرور ولأشخاص الذين يرتادون هذا الطريق فلهم الحق عندما تكون الإشارة خضراء لهم وعندما تكون حمراء عليهم أن يتوقفوا ويحترموا هذا النظام قال عمر أليس هذا خطر يا أبي استفسر عمر من أبيه هل قطع الإشارة وتجاوزها وهل السرعة خطر قال الأب نعم يا عمر فالسرعة خطر على حياتنا وحياة الآخرين إن السرعة هي خطر لا يستطيع إيقاف السيارة في أي وقت وكذلك هو تجاوز للسرعة المعقولة والنظامية في هذا الطريق وقال الأب أن عدم احترام أنظمة المرور كذلك يسبب الكثير من الحوادث في الطريق ماذا رد عمر على أبيه وكيف نحمي أنفسنا من هؤلاء السائقين يا أبي عمر قال نحن نمشي بنظام ونحترم أنظمة المرور والإشارات لكن هؤلاء السائقين المتهورين كيف نحمي أنفسنا منهم ومن قيادتهم المتهورة قال الوالد علينا أن نحترم إشارات المرور وأن نسير بسرعة مناسبة فالشارع ملك للجميع وليس لنا وحدنا إذن علينا أن نحترم الآخرين بالطريق الذين يطبقون أنظمة المرور ويحترمون المشات ويحترمون السيارات الأخرى ماذا قال عمر عمر أحب أن أكون مثلك يا أبي إذن عمر كره سلوك الذين تجاوز الإشارة والذين يسرعون في الطريق ويضايقون الناس ويعرضون حياتهم للخطر إذن عمر أحب أبيه بهذا السلوك وكان قدوته في الطريق وفي قيادة المركبة هو أبيه مشال إذن عمر قال أحترم أنظمة المرور ولا أقود بسرعة شاهد ولاحظ نشاهد هذا ساعق غير مبالي لاحظ لشار ومسرع مسرع سرعة ماذا حدث له حدث حادث له والنهاية غير سعيد ذهب إلى مستشفى وأصيب بإصيابات قد لا تجعله يقود السيارة أو يسير على قدميه مرة أخرى ماذا صورة أحباي عمر ماذا عمل عندما ركب السيارة نعم سمع التنبيع حزام الأمان وتذكر ثم ربط حزام الأمان الذي يحافظ على سلامة أجسامنا داخل المركبة والسيارة من الارتطام بأجزاء السيارة بإذن الله الصورة التالية ماذا عمل والد مشعل عندما شاهد الإشارة الحمراء احترم أنظمة المرور وتوقف عند الإشارة الحمراء ليعطي المجال للسيارات الأخرى التي لديها الحق بالإشارة الخضراء لأن تعبر الطريق وكذلك أعطى الحق للمشات الذين لديهم إشارة مشات خضراء لأن يعبروا أمامه على خط المشات وكذلك وكذلك عليهم أن يعبروا أمام السيارات وأن لا يدخلوا في وسط السيارات في العبور عليهم أن يذهبوا إلى الجزء الذي يوجد فيه الإشارة لأن هناك إشارة مخصصة لهم هي أشارة المشات وهناك خط يستطيعان العبور عليه هو خط المشات ماذا حدث وماذا سيحدث عندما يقود سائقان كلهما بتهور وتجاوز الإشارات الحمراء وعدم احترام الأنظمة سيرتطمان ببعضهم البعض وقد يضران الناس والسيارات الموجودة في الطريق وفي النهاية عواقب وخيمة وإصابات وقد لا يعودان إلى السير أو القدرة على الحركة مرة أخرى هل استمعنا جيدا للقصة؟ من يستطيع إعادة القصة؟ ومن يستطيع أن يخبرنا ماذا حدث بهذه القصة؟ رائع ماذا لاحظ عمر في الطريق؟ عمر عندما كان راكبا مع أبيه الذي احترم الإشارة الحمراء وتوقف ماذا لاحظ عمر؟ أحسنتم لاحظة سيارتان تقودان بسرعة سابقان وتجاوزتا الإشارة الحمراء عندما أركب السيارة ماذا أعمل؟ إذن قبل فتح الباب أقول بسم الله عند الركوب أضع حزام الأمان وأركب في الأمام إذا كنت كبيرا وأركب في الخلف إذا كنت صغيرا وكذلك لا أنسى دعاء ركوب السيارة ولا أنسى كذلك إلتزام الهدوء وعدم ضايقة قائد السيارة من قدوتي بالقيادة عندما أكبر؟ نعم أبي قدوتي في القيادة عندما أكبر هو أبي الذي يقود السيارة باحترام أنظمة المرور واحترام للإشارات واحترام الغير والسماح للغير بالأفضلية للعبور تعلمنا اليوم أحبائي أهمية الهدوء داخل المركبة أهمية الهدوء عند القيادة وكذلك ربط حزام الأمان الذي يحفظنا بعد حفظ الله تعالى تعلمنا حبائي الشارع ملك للجميع وليس ملكا لنا وحدنا فعلينا احترام الآخرين الذين يستخدمون هذا الشارع وهذا الطريق كذلك احترام أنظمة المرور علينا أحترم أنظمة المرور من الإشارات من الخطوط من الأرصفة من المواقف من الأماكن التي لا أزيد السرعة فيها عن ما هو محدد لي عبر أنظمة المرور وتعلمنا أن قدوتي في القيادة هو أبي الذي يحترم أنظمة المرور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر